هل استطاعت إسرائيل قضى على الحماس من وقت نصر؟ سؤال دقيق جدا فعليا صراحة هي قضت على الجزء كبير من حماس يعني مثل ما تفضل أستاذ ناصر فعلا نتكلم إحنا أمور بتجرد بحيادية هل فعليا قضت مع الأسف قضية على جزء كبير من مكون الشعب الفلسطيني بغض النظر اتفقنا اختلفنا معه هذا جزء موجود من الشعب الفلسطيني ألا هو حماس ألا هو الإخوان ألا هو مع الأسف يعني هيك الواقع هيك الأديولوجيا هيك الزهنية الموجودة هناك إسرائيل استطاعت أن تقضي طبعا استطاعت أن تقضي على جزء كبير من القوة العسكرية الضاربة لحماس لو نستذكر المشاهد في بداية الأحداث أصلا كانت مئات الصواريخين كان آلاف الصواريخ تطلع مرة واحدة هلا بالكتير بضربوه لنهاون بضربوه يعني بعض الأسلحة البداية صراحة واللي ما كانت موجودة واللي ما كانوا يستخدموها في بداية الحرب ففعليا هو قضية على الجزء الأكبر من قوة حماس أنا أرى يجب السيطرة على قوة حماس إن كان من خلال ضربها إسرائيليا أو إن كان من خلال مجتمع الدولي التضييق المهم لأن يا سيد الكريم نحن تحدثنا هذه الجماعة الأديولوجية الدينية التي لها مشروع سياسي خارج فلسطين وخارج حدود فلسطين مقره في طهران السلاح في يدها خطر والسلطة معها خطر وهؤلاء لا يصلح التشارك معهم سياسيا هل استطاعت مصر التشارك مع الإخوان ولا برحلة من المراحل في سوريا ماذا قاموا الإخوان وهذه الجماعات الدينية قامت بتدمير الثورة السورية ماذا قامت الجماعات الإسلامية في العراق نفس الشيء إن كانوا داعش إن كان الحجد الشعبي بدمروا الدولة ودمروا الشعب فبالتالي أي جماعة دينية مسلحة أنا لا حتى لا يفهم كلامي ولا يخذ من سياقه مشروعها خارج الحدود مشكوك بأمرها أما جماعة حتى لو كان مرجعيتها دينية ولكن ضمن مشروع وطني هنا ممكن أن ينظر بها وهناك العديد من الحركات والأحزاب التي لها خلفية دينية موجودة بالدول العربية وحتى هنا هنا في أن نمسى الحزب للشعب زو أصول مسيحية هل يهاجم النمسى هل يخرب النمسى لا يعمل مع باقي الأحزاب على سبيل المثال نحن نكون واضحين يعني فبالتالي أما حركة حماس التي رهنت كل الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية والإسلام وكل ما هذا إلى المشروع الإسرائيلي آسف المشروع الفارسي خسئت خسئت ثم خسئت فبالتالي قوة حماس تدمرت وهذا شيء جيد وهذا شيء لا يصب إلا في صالح من؟ الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني يصب في صالح الشعب الفلسطيني فبالتالي فبالتالي نعم حماس خسرت وستخسر وحسب الرواية الإسرائيلية وحسب الرواية الإسرائيلية الجميع يقول لك مستمرون حتى إنهاء حماس وإنهاء حماس شوفها لا يصب في المسرحة الإسرائيلية يصب في المسرحة ممكن أعطيش مصلحة أتفضل أنا متوجد بدي أضيف شيء بالنسبة للمقاومة يعني تعريف بسيط حتى الناس ما تجتزئش كلامنا من أهداف المقاومة كمان بعيد عن الأوراق والمواثيق والمعاهدات الدولية إنه حماية أبناء شعبها مش إنه تختبئ بين أبناء شعبها شكرا تعريف بسيط إنت بتدعي ديلا نهاية هانية ويا الحية ويا غير اللي رايح تعزف عبد اللهيان وسائب شعبك ورا تعزف إبراهيم رئيسي ومش عارف إيش وسائب شعبك وبيحاربوا من داخل المناطق المدنية شكرا لك أنا عندي مثلا بيت في غزة مين قالك تهدم لي أنا ما بدي تهدم لي بيتي يا أخي ما تقوليش هذا معلش في سبيل الوطن في سبيل فلسطين هذه الشعارات انسانة منها ليش بتروح في بيتي انت بتقاتل منه وبييجو بيهدموه عراسق بيت مكلفني هذا أنا مثلا عشرات روف أنا ما بحكي عن كناصر مجازا يعني يا سيد الكريم إن شاء الله لو عنده خيمة لو عنده إنجاج من حقه نعم 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 مصورين على حماية شعبنا بس أنا اللي سائش بشوفه انه بتم الفتح بشعبنا يحتملوا استخداموا المدنيين كسو بسوط وين حماية شعبك يعني كيف إذا في حماية للشعب بالمفروض يتناقص عدد الضحايا أنا شايف عدد الضحايا بيزدادوا إذن هان ما قمت بحماية شعب انت هانا ساهمت بالفتك بشعب لذلك أنا ضد ما يسمى مقاومة وقلت لك هم مجموعة من مرتزقة يعني وكمان هم يعني ممكن أصفهم الآن كحماس بالحركة الخائنة اللي خانت الشعب وخانت مشروعه وخانت كل ما بتتخيله يعني بتخيله بني آدم من طموحات إله في التحرر وفي إنه يكون له دولة مستقلة هي خائنة الخائن مش فاس فقط اللي بتعامل مع الصهاينة نعم هم اللي بيحاولوا يصفوا أنتوا أخونتوا لأن أنتوا بتنفذوا مشروع ما لوا علاقة لا بالفلسطين ولا بالدين ترجمة نانسي قنقر